أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العلي العظيم قلنا في الليلة الماضية أن القصص وسير الأنبياء التي تذكر في القرآن الكريم تطرح مجزأة في كل سورة بعض من تلك السير والتواريخ والقصص تذكر لماذا قلنا لأي مناسبة السياق يعني لمناسبة المواضيع التي تأتي في الآيات السابقة من هذه القصص وبما أننا تلونا في سورة يونس سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يباحث المشركين ويرد عليهم الشبهات ويقف أمام عنادهم يأتي في هذه الوهنة قطع صغيرة مو كل السيرة قطع صغيرة من القصص تطرح لأجل إثبات ما ذكره القرآن سابقاً مثلاً في الآيات السابقة قرأنا خطاب إلى المشركين في مكة لأن يونس سورة يونس مكية أنه سيأتي عليكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة طيب شنو البرهان شنو الدليل جاب قطعة من قصة نوح سلام الله عليه البارحة قرأناها خب بعد نوح شنو صار المشكلة للبشر دائماً يريد أن ينحرف مع الأسف مع كل النعم التي تترى عليه من قبل السماء النعم المادية والنعم المعنوية النعم المادية خب كثرة لا نستطيع أن نشكر النعم المعنوية إرسالوا الأنبياء بعثوا الأنبياء إرسالوا الكتب هذه كل النعم طيب نوح استقر في العراق كما يقال رست السفينة كما يقال يمكن صحيح أنه رست في النجف في الكوفة خب الناس طلعوا من السفينة ثمانين نفرويا والحيوانات والنباتات انتشروا في الأرض أيضاً تكررت القصة نفس الشيء هؤلاء انتشروا بعد نوح وصيه سام على الظاهر ابنه المهتدي ابن الأول خغرق كانعان وأمه كافران اللي بقى ثلاث أولاد بقى منه هذول انتشروا في البسيطة قبل أن يموت نوح جمع أهله وأصحابه والمؤمنين به قال ستتكرر القصة أيضاً مرة ثانية هؤلاء لمن يكبرون سيعبدون الأصنام أيضاً عجيب منين بلشت الأصنام قالوا يحبون نوح بدأت من الصور من التماثيل لماذا التماثيل عندنا مكروهة قديماً بعض العلماء كانوا يقولون أنه التماثيل إذا كانت كاملة محرمة أصلاً ما تقدر تخلي تمثال قدام صلاتك مثلاً حتى الصور مكروهة تخلي قدام صلاتك عندما تقف للصلاة لا تقف أمام صورة فكيف بتمثال مجسمة صنم بدأت من الصور نقش كانوا يسووا رسم حباً لمن؟ للنوح الصور شوية شوية صارت تماثيل صارت مجسمات صارت أصنام بعدين تغيرت الأمور كل واحد كان يسوي له صنم في قبيلته وفي تلك الاثمانين نفرقوا مو كل أهل نوح ولا أقرباء مؤمنين كانوا انتشروا إذا شلون صار بعضهم صاروا سود بعضهم صاروا بيض بعضهم صاروا شقر بعضهم صاروا بيض شلون هذه بعض الروايات تقول أنه إذن انتشروا في القارات التي صارت في الدنيا في الكرة الأرلية والجو أثر بعضهم صاروا سود ما أدري أنا شلون صار نحن ما علينا المهم انتشروا بعد سام اجي إدريس عليه السلام إدريس أيضا من الأنبياء العظماء بعد فترة النهوة بس مو من الأولى العزم مو من الأولى العزم أولى العزم قلنا خمسة نوح إبراهيم موسى عيسى نبينا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه محمد محمد لأن كله نبي يلجب عليه واجب عليه إتماما للحجة يجيب معجزة موسى جاب كم معجزة تسع آيات وأهمها العصى ولكن غيره هم جابوا معاجز صالح جاب ناقة مثلا هذول إجوا فترة ما بين نوح إلى موسى كم نبي جاي خوايا بينهم إبراهيم العظيم اللي أيضا من أولى العزم هذول إجوا وراحوا إجوا وراحوا وكذبوهم أيضا والقلة القليلة كانوا يؤمنون به الآية الأولى هكذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا ثم يعني بعد نوح عشان عن نوح ثم بعثنا من بعده بعد منه نوح رسلا مو رسول واحد الرسل شنو فرق مع الأنبياء النبي نبي وليس له رسالة كم نبي عندنا مية وأربع وعشرين ألف نبي ما شاء الله جد كثيرين من هال مية وأربع وعشرين ألف ثلاثمية وتلتعش فقط رسل رسل يعني شنو؟ يعني عندهم في الكتاب شي عندهم من بين هؤلاء الرسل خمسة عظماء أولو العزم هاي التفصيل اللي موجود في عقائدنا بس هذول رسل إدريس رسول إبراهيم رسول ومن أول العزم أيها لوط رسول رسول يعني يرسل إلى قوم لهدايته النبي شنو؟ هو وعائلته هو وأهله عجيب لأن مية وأربع وعشرين ألف نبي هذول هواية ومو كلهم رسل الرسل ثلاثمية وتلتعش ثم بعثنا من بعده يعني بعد نوح رسلا إلى قومهم كل واحد إلى قومه شنو سووا هذولا؟ كانوا يأتون للهداية خب شنو دليلكم؟ فجاءوهم بالبينات كل نبي كل رسول حتما بيده معجزة والمعاجز إخواني تتلاءم مع العصر مع المجتمع مع ثقافتهم مع عاداتهم مثلا في زمن موسى عليه السلام السحر كان منتشر منتشر عجيب السحر كان لهم مقام السحر أيضا كان لهم مقام عند الملوك وكانوا يتعاونون مع الملوك لتثبيت كراسيهم وكانوا يحصلون أموال أيضا أصلا أساسا للمال كان المهم عندهم كسبوا المال السحر يريد فلوس ما عنده ثقافة ولا رؤية ولا مشروع حضاري ولا مشروع ديني تربوي ما عنده شيء يجي يسوي كم حبل يراوي للناس أنه هذا حي مثلا أو هذا ثعبان بعد ينم يشيله يأخذ فلوس من الناس ويروح هذا هو شغل فالسحر انتشروا في مصر في القارة لأنه من نقول مصر مو مصر هذي القارة الأفريقية كلها يسموه ذاك اليوم طيب موسى جاب شنو في الشيء يقابل السحر اليد البيضاء يخلي فيه جيبة يخرجه تشرقه كالشمس عجيب العصة يذبها يصير ثعبة نفس العصة يضربها على البحر البحر تنفلق يعني كلها ترجع إلى نفس العصة ترها أغلب المعاجز للموسى مقابل السحر كان حتى يبين أنه ذول السحرة ما عندهم شيء أيام عيسى شنو صار سلام الله عليه العلاج كان مهم المرضى كثروا والأطباء كثروا فلازم تجي معجزة تناسب ذلك العصر تلك الثقافة العرف كان يبرؤ الأكمه والأبرصة ويحيي الموتى بإذن الله هذا عيسى عجل دورنا البلاغة والفصاحة والقصائد والنثر كان رائج في الجزيرة العربية فأتى الله بالقرآن العظيم الذي هو معجزة إلى آخر الدهر طبعا لن نقول معجزة القرآن ليس معنى البلاغة والفصاحة فقط هالمجموعة المتكاملة من المعارف والحجج والبينات يصير قرآن خب فجاءوهم بالبينات الرسل جابوا بينات معاجز فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل يعني شنو هذول أيضا ما أمنوا بما كذبوا به من قبل قبل يعني اش وقت اكو تفسيري التفسير الأول يعني مثلا فترة إدريس ينصح قومه عشرين سنة مثلا مرة ثانية يجي ينصحهم بعد عشرين سنة العشرين سنة الأولى ما اهتدوا العشرين سنة الثانية أيضا ما يهتدوا هذا تفسير التفسير الآخر يعني آباءهم من قبل يعني آباءهم ما آمنوا هذولا ما آمنوا على عادة آبائهم وأسلافهم التفسير اللي في بعض الروايات جاية أنه هذا عالم الذار هذولا في عالم الذار امتحنوا نحن امتحننا في عالم العالم الذار شنو بعد عالم قبل عالمنا هذا هذا بعض من الغيب وأنا ما أريد أدخل في تفاصيل لأنه بحث طويل يحتاج إلى كم ليلة بس عموما نحن نعتقد وفي روايات لموجده وبعض الآيات القرآنية تدل عليها صراحة أن هناك كان عالم اسم عالم الذر هناك امتحن في الأصول العقائدية في الأصول العقائدية حسن شنو صار هناك بقت آثارها وين آثارها بقت في فطرتنا في عقولنا في كموننا طيب هذا مجبر لا مجبر ليش هناك عالم امتحان صار الله عرف شكه ما كو معرف من الأول لم يكن يعرف قبل أن يخلقنا في عالم الذر امتحان بسيط صار مثل امتحانات الأولية في الجامعات بعدين يجيبون امتحان عملي بعد في شكل نصور هذا تفسير فما كانوا ليؤمنوا يعني ما يقدرون يؤمنون ليش بما كذبوا به من قبل في عالم الذر بالنتيجة هذول ما آمنوا بمن بالأنبياء الذين أتوا بعد نوح كذلك نطبع على قلوب المعتدين هذه عبارة شوي مشكلة طبع شنو معناته أن تختم على شيء فلا يقدر أن يخالف ذلك الشيء تقول هذا الإنسان مثلا إذا واحد أخلاقه مو زينة يقول بابو هذا طبع جدي إذا واحد متكبر كل ما تنصحه ما يفيد يقولون شنو هذا يقول طبعا متكبر طبعا واحد بخيل يقول طبعا بخيل واحد سخي لا والله هذا طبعا سخي كريم هذا يعني شنو هذا هل هو أيضا جبر أم لا شوفوا شوفوا إخواني نحن في العقائد هذه معلومة مهمة في العقائد إذا أثبتنا قبل أن نقرأ أي آية أثبتنا بالدليل العقلي والدليل القرآني والدليل النقلي يعني الروايات الأحاديث المعتبرة المسندة إذا أثبتنا أن مثلا الله ليس بالجسم مثلا أثبتنا هذا في دروسنا في عقائدنا وهو كذلك وإذا شفنا في الآية متوافق هذه العقيدة شنسوي له شنسويه الآن شنه الآية معروفة بعض يد الله فوق أيدي يد يعني يد مقابل رجل أيدي جمع اليد أيدي غلط أيدي يعني هبات أيدي جمع اليد فمعناته الله عنده يد استغفر الله بما أننا أثبتنا في العقائد من الناحية العقلية مستحيل أن الله يكون جسم من الناحية القرآنية مستحيل من ناحية الروايات والأحاديث مستحيل وفطرتنا وعقولنا تقول مستحيل هذا هو منثبت نحن لازم شنسوي اليد انفسره بكلمة أخرى بمعنى آخر أحسنتم نقول يد الله يعني قدرة الله فوق أيديهم يعني فوق قدراتهم تعالوا إلى هذه الآية الآية يقول أنه بعثنا بعد النوح رسل جابوا معاجز ما أمنوا بهذه المعاجز ما أمنوا بإدريس ما أمنوا بلوت ما أمنوا بإبراهيم ما كذا كومت رسل إجوا بين نوح إلى موسى ليس نقول إلى موسى لأن بعد شوية نقرأ عن موسى فهذه الفترة فترة رسل وما أكثرهم قتلوا بعضهم حتى كهم يقتلون الناقة التي هي معجزة لقد صالح قتلوها نحروها خب كذلك يعني مثل ما شفت يا رسول الله أو أيها القارئ للقرآن مقلنا لك أنه إجوا أنبياء رسل كذلك نطبع طبع على قلوب المعتدين هذول المعتدين طبعت على قلوبهم أن لا يؤمنوا طيب شنو معناته يجي شبهة الجبر هنا أنا إجي إجت شبهة الجبر هذول الجبريين مع الأسف اللي بعض المسلمين كانوا يعتقدون هكذا وبعض الفلاسفة يجيبون هاي الآيات ما يدرون معنات أخي أنت عندما أثبتت في العقائد عقلا وفطرة وقرآنا ونقلا أربعة أشياء نقلا يعني روايات وأحالي أثبتت أنه إحنا مو مجبورين والواقعة ده يقول لك إحنا مو مجبورين إحنا أحرار في الانتخاب لما أثبتت هذا لازم شتس له هاي الآية تأولها وين تروح تأولها تسأل من الإمام المحصوم شنو نطبع يقول لك الشرح يعني واحد عندما تتراكم عليه الذنوب وعندما المعاصي تتراكم القلب يطبع كأنه يصير قفل الله يرجع هذا إليه نطبع ويقول ليه لأن كل شيء يبيل الله كل شيء يبيل الله بس مو معناته أنه أجبره طبيعته صارت الشكل ألالي أقول لك في المثال إذا ولد بالمدرسة ما يدرس كل ما أبوي ينصحه ما يدرس المعلم ينصحه ما ينصحه الأم تنصحه ما يدرس هذا الطبع ها شو تضحك أنتوا تدرسون بالمدرس هذا الشخص هذا الولد شيء يصير يقول طبع على قلبه وهذا مو مالدرس مو مالدرس هذا خب هذا معناته الولد كان مجبور أن لا يدرس لا مو مجبور هو أختار هالشكل يقول طبع كريم طبع سخي يعني أجبره الله على السخاء لا هو أختار هالشكل عبد الله ابن جعفر الطيار رضوان الله عليه هذا كان طبع السخاوة ما يقدر ما يعطي في الواحد في قصة لطيفة من باب المثال قالوا لي ليش متجيب قصص في الواحد أجي أشتري بيت جار لعبد الله ابن جعفر البيت كان يسوي 200 دينار صاحب البيت قال لا أنا جار عبد الله ابن جعفر 200 دينار سعره بس أنا أطيك إذا تريده ألف دينار ما يشابه هذا المبلغ قال له بابا السعر 200 دينار قال له أنا موقعه مهم الموقع مهم جار عبد الله ابن جعفر هذا لأجل أن يفتخر أو يأخذ البركة من عبد الله ابن جعفر راح اداين ألف دينار عطى لصاحب البيت أفرغ له البيت إجا قاعد عبد الله ابن جعفر عرف القصة كريم زوج منه عقيلة زينب صلى الله عليه نصل طيب جزارة قال له أنت جيت اشتريت هذا البيت قال إيه قال بيش اشتريت قال ألف دينار قال ما كان يسوأ ألف دينار كان يسوأ 200 دينار قال أدري قال لليش اشتريت قال حتى أكون في جوارك بس هذا أحبك قال هاي الألف دينار اللي اشتريت بيه البيت واستقربت وهاي ألف ثانية عون لك طبع سخي هذا طبع الله على قلوبهم عندما أثبتنا في العقائد قرآنا ورواية وحديثا وعقلا وفطرة أن الإنسان غير مجبور لازم هذه الآيات التي تأت نؤولها طبعا طبعا مو بكيف نلأول عن طريق الأئمة كذلك نطبع كأن الله قد طبع على قلب هؤلاء أن لا يؤمنوا واضح ونسوي صلوات اللهم صلى الله محمد كذلك نطبع على قلوب المعتدين كلمة المعتدين هو دليل على أنهم مجبورين وإلا إذا هو طبع جبور يقول يش معدد مجبور يكفر هو عند اعتداء وتجاوز إجرام عنده بعد هذا شنو صار بعد هذه الرسل بعد نوح ثم بعثنا من بعدهم موسى وهاروم أيضا القصة تأتي مبتورة سريعة كما قلنا في الليلة الماضية القصة القرآنية تأتي في موقعها بمناسبة سياقها شنو كان سياق الآيات سابقا كان الخطاب مع المشركين المشركين كانوا يسمعون هذه الآيات المباركة من السور المكية كانوا يهتزون وبعضهم يؤمنون حقيقة أبو ذر صحراوي جاي سمع سورة من سور القرآن اهتز قلبه فترة سليمة ما عنده عناد والبقية من قريش حتى بعضه أقرباء رسول الله عاندوا وجحدوا ولم يؤمنوا خب فيحتاج إلى شنو يحتاج إلى برهان يحتاج إلى دليل يحتاج إلى أن تعطيه فيد مقولة في ذهنه موجود نوح سامع به إبراهيم سامعين به أهل مكة موسى أيضا سامعين به فيجيب قصة بس مو كل القصة القصة التي تناسب سياقة هذه الآيات طيب ثم بعثنا من بعدهم بعدهم يرجع إلى منه الرسل اللي بعد نوح إلى موسى إيش قد رسل من ندري بعثنا منه موسى وهاروم طيب اثنين هاتهم أنبياء نعم هارون نبي وليس برسول موسى نبي ورسول أحسنتكم وش متعلمين ها السنوات مارك الله فيكم خب الوعي على منه ينزل سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه يا ابن رسول الله هارون نبي قال نعم قال كان مع موسى قال نعم مضمون الرواية قال الوحي لمن كان ينزل على منه كان ينزل معلوم بعد الجواب كان ينزل الوحي على موسى لأنه رسول فيوحي كلمة يوحي به أو يوصله مثلا بس بالرواية يوحي ثم يوحي موسى إلى هارون كذلك رسول الله محمد صلى الله عليه هذا اللي يقولون خان الأمين هذا غلط نحن ما نقول خان الأمين بعد كل صلاة نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه من التعقيبات بداية تعقيبات الصلاة هذه التكبيرات الثلاث طيب علي عليه السلام شنو عقيدتنا فيه أيضا لازم نقول هالأشياء علي صنو رسول الله نفس رسول الله مع رسول الله خليفة رسول الله الوحي كان ينزل عليه لا كان الوحي ينزل على رسول الله ثم يعطي الوحي ويسمعه إلى علي عليه السلام ولذلك قال أنت مني بمنزلتي هارول من موسى صلى على محمد وآله محمد الله صلى على محمد وآله محمد ثم بعثنا من بعدهم تلك الرسل يعني موسى وهارون إلى منه إلى فدواح الدجال اسمه فرعون فرعون هذول قوم يعني من القبط سلالة من القبط عايشين في أفريقيا وحاكمين أفريقيا 2500 سنة ويظلمون الناس يستحيون الناس يعبدون الناس هاي الأهرامات اللي تشوفوها في الجيزة ما دل في القاهرة جنب القاهرة إذن من دماء بني إسرائيل من تعب بني إسرائيل كان يستعبدونهم طيب يوسف عليه السلام إجا فترة من الفترات صاروا مؤمنين بعد يوسف انقلب الوضع أيها الناس مختارين بعض أشركوا وعبدوا فرعون زمانهم طالت المدة بين يوسف إلى موسى عليه السلام 300 وكسور بعض يقلون 400 سنة يوسف عندما أراد أن يموت جمع بني إسرائيل بني إسرائيل منهم أولاد يعقوب يعقوب اسمه إسرائيل إسرائيل شنو معناته عبد الله إذن نقايلي لكم كل سنة بس نكرم لأولادنا الشباب حتى يتعلموا إسرائيل يعني عبد الله لقبه يعقوب يعقوب عنده شغل ولد 12 يوسف وإخوته الأحد عشر هذول القصة طويلة وحاتشي لكم فيه سورة يوسف بعدين صاروا أسيادة مصر وعملوا البلاد وأنقذوا البلاد من القحطة صاروا كثرة هم من 12 أولادهم توالدوا تناسلوا صاروا آلاف من 12 حتى لم كل واحد شم زوجة كان يأخذ ممثل لهم فشنو صار جمهرة صار يوسف قبل أن يموت قال تاري شوفوا هذا فرعون اللي يجي أيضا لازم راح يعذبكم يعذيكم يسجنكم يقتلكم نفس الحال بعد 300 سنة 400 سنة يجي واحد اسمه موسى من نسل بني إسرائيل طبعا مو من نسل يوسف هذا موسى من نفس من لاوي أحسنتم خب الفترة طالت إلى أن جاء موسى إلى من إلى فرعون وملائه ملائي شنو يعني الملاء في اللغة العربية من كلمة الملء يعني يملي عينك لا هذا شنو معناته أنت تروح إلى محافظ مثلا إلى ملك إلى حاكم الأفراد الأفراد الكبار اللي حول الرئيس الجمهورية حول الملك هذول الوزراء يملؤون عينك ولذلك سموهم الملأ يملأ العين الكبار الشخصيات هذول اللي دائر مدائر الملوك الوزراء مثلا الحاشي الكبار هذا يسموهم الملأ يعني ما يجأ إلى قومه يجأ إلى قومه بس أساسا بعث موسى من قبل الله روح رأسا إلى فرعون ربا وشنون أروح له أنت وعصايتك خلص وكان يلبس الصوف خطيئ موسى لابس صوف صوف ذاك اليوم يعني في اللباس محقر جاي من برا بيد عصايا روح إلى فرعون وملأه الحاشي الكبار قاعدين وبش أسوي بآياتنا آياتنا شنو ذاك اليوم أول آية العصا الثاني اليد البيضاء خب راح فاشتكبروا يلخص لك القصة يعني ما يجي بكل القصة شنو صارت ممكن في سور أخرى قريناها قبل أساس المشكلة شيئين إخواني أساس المشكلة لعدم قبول الحق ولعدم قبول المعاجز من أول الخليقة إلى اليوم إلى ظهور الإمام عليه السلام القضية سبب ينقله أولا الاستكبار الاستكبار يعني شنو يعني حالة النفسية يرى نفسه الأعلى من غيره فعندما يقبل أي شيء حالة نفسية هذه باختياره ها مو تقول أنه مجبور أيضا لا اختياره هو فس المعاصي تتراكم شنو يصير طمع قوة هذا واحد الثاني تضارب المصالح تضارب المصالح فرعون شاف هذا يريد يغير كل شي إذا هو الساحر الساحر شنو يلعب لعب تو يروح ياخذ فلوسه هذول اللي يسوون شعب هذاش يسمون مشعوذين يجي بالتلفزيون يسوي كم حركة أنت تتخيل هالشكل بعدين ياخذ فلوس ويروح قديما كانوا في الشوارع يسوون بعض الحالات اللي هو حرام طبعا السحر حرام مو تردسيسة مو تردسي يعني عند أنت خفة يد مثلا إذا كان خفت شي لعبة أما السحر حرام حرام أصلا تعلمه حرام تعليمه حرام فعله حرام خب عند مشروع الساحر لا ما عنده مشروع فكري ولا ديني ولا تربوي ولا ثقافي ولا يريد حكم حكم أصلا حكم أما يريد هذا جاي يلعب لك من لعبة يأخذ شم فلوس ويروح خلص موسى جاي يقلب الطاولة حسب تعبيرنا يريد يقلب كل شي أنت مو إله يا فرعون هذول اللي يعبدوك على خطأ قلق أول شنو من المعبود الإله إله السماوات والأرض أنا منه أنا مبعوث رسول من قبل رب العالمين هاي اثنين ثالثا ما عاد أكو رابعا ليش تظلم ليش تقتل ليش تسجن يعني جاي بمشروع ديني مشروع ثقافي يريد يقلب الطاولة أصلا فشوف فرعون انتبه ذكي فرعون انتبه قال عجيب انت جاي تريد تقلب الأمور يعني فالسبب الثاني شنو السبب الأول استكبار السبب الثاني تضارب المصالح انت جاي تقلبها في زمن رسول الله نفس الحالة صار هاي الإشارة لزمن رسول الله السورة مكية انت يا محمد اللهم صلى على محمد وعلا انت جاي تريد تقلب الموازين كلها لا تعبد الأصنا خب المن نعبد الله خلق السماوات والأرض لا تظلموا عجيب ليش تظلمون العبيد ليش تويدون الأطفال النساء شسمه البنات ليش تحفرون قبور وتعبدوهم ليش تعملون الربا ليش زنا ليش ليش عجيب فأنت يا شخص يا يتيمة قريش جاي تقلب كل الأمور خب أمثال فلان وفلان وفلان يقولون لا تجيب أسمعهم هذول أصحاب ما نجيب هذول اللي قايمين على العرش في مكة وهم وهم الامرين الناهين والزعام بيدهم والسدان بيدهم الكعبة بيدهم باب القبلة مفتاح الكعبة كل شي بيدهم الفلوس تجي للأصنام والتذبايع هاي وكانوا قوما مجرمين إش سووا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر المبين اللي ما عنده برهان وما عنده دليل لمن يشوف خطر جاي يريد يقلب الموازين كلها يتهمك يتهم مجنون هذا كان فلان يمشي وراء رسول الله عند الكعبة لمن يجيون زوار يردون يطوفون الكعبة لأن الطواف كان موجود عند المشركين يجيون يطوفون لسا طريقتهم كانت وصخة لسا ما لدي أشرح بعضهم كانوا عرات يطوفون يجي وراء النبي يأشر بإيشارة يعني هذا مجنون دير بالك أنت الزاير اللي جاي إلى الكعبة تزور الطوف دير بالك ترى لتن قدع لأن الرسول كان يقرأ فيجذب الناس وصاروا مسلمين أبو ذر شلون صاروا مسلم سبعة فتشي بس فلذلك لأجل أن يدافعوا عن مصالحهم الوقت انتهى لأجل أن يدافعوا عن مصالحهم شنو قالوا قالوا هذا ساحر فرعون قال آه هذه العصايا عادي هذا ببا السحر هذا أنا أجمع السحرة ونخلي مباراة مسابقة مهرجان السحرة نسميه فتشي غريب سوا خب نرح إذا إلى الموعظة حتى بعدنا لأخذ وقتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر أكثر ذكر الموت نقرأ عن الموت تحملونا ليش أكثر ذكر الموت يسلك عن الدنيا الدنيا تصير حقيرة عندك ليش لأن إذا واحد فكرة أنه هذه الدنيا تنتهي أخوه أنا عندي مليارات شو الفائدة بعدين شنو عندي أساطيل عندي جنود عندي أسلحة بعدين شنو إذا فكر في الذكرة ذكرة يعني دائما يتذكري بعد ما يعص الله هذه وحد خب الآن أنا ذكرت الموت وابتعدت عن الدنيا النعم شا سوي بها وعليك بالشكر يزد في النعمة ولئن شكرتم لأزيد أنكم هذه معروفة بعد حقيقة عندما أمة تشكر بسيحنا كأفراد نشكر الله بألسنتنا وقلوبنا الله يزيد النعمة علينا وشايفين هذا الشيء عندما الأمة لا تشكر لا أحول ولا أقود هذي بعد شنو بلاء يجي وعليك بالشكر يزد في النعمة وأكثر من الدعاء يقول سيدنا كل ما ندعو ما يستجاب والجواب شنو وأكثر من الدعاء كثرة الدعاء ليش فإنك لا تدري متى يستجاب لك هو مو بيدك حتى يستجاب بيد منه رب العالمين سأل أمير المؤمنين سأل واحد أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين لهذا لا يستجاب دعاؤنا والله يقول في القرآن ادعوني أستجب لكم قال ما مضمون كلامه الآن ناس العبارة إن حكمة الله تسبق كرمه الله الله كريم نعم إذا كريم ليش ما يعطيه فلان يريد ولد ما يجي لولد كل ما يدعو ما يجي الله ما يرزقه يا الله أنت كريم ليش ما تعطيه حكمة الله تسبق كرمه يعني الحكمة تجي قبل الكرم الحكمة هذه مو من مصلحتك الله حكيم وكريم ولكن الحكمة دائما تسبق الكرم فإنك لا تدري متى يسأل وظيفتي أن أدعو دائما لازم يقول اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد خب متى يتي صاحب الزمان يا أبا صالح متى ترى لا ونبق أنا ما يخصني بعد بيدي الله فإنك لا تدري متى يستجابلك هذه الثلاثة وإياك بل والبغي البغي عن الظلم ولو إلى الظلم خفيف للخدامة مثلا للخادم للسائق للعامل عندك وإياك والبغي فإن الله قضاء 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 مبرم يعني سنة الله شنو قضاء أنه من بغي عليه لينصرنه الله قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الخامسة خلصنا وإياك وإياك والغدر أفوا وإياك والمكر الحيلة يعني فإن الله قضاء في الآية القرآنية ولا يحيق وإياك المكر السيء إلا بأهله المكر يرجع إليك بعدين الآن تربح ولكن بعدين يرجع نسأل الله توفيق الطاعة وبعد المعصية والشكر على النعمة اللهم ارزقنا زيارة الحسين في العاجل وشفاعته في الآجل اللهم اغفر موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر الهدى